ومعنا هنا في الستوديو الدكتور سوفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق دكتور سوفيان أهلا بك على شاشة مساء الخير مساء الخير صلاح أريد أن أبدأ معك بالمجزرة والمجازل التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء في المغازية أو حتى في البريج أو خانيونس يعني 250 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة يعني كان هناك تركيز كبير منذ يومين على المنطقة الوسطى البريج المغازي النصيرات دير البلح وبالتوازي مع التركيز أيضا على خانيونس وحتى على الشمال لم تنتهي من الشمال أعتقد أن هذا النابع أولا لم يعملوا في المنطقة الوسطى بشكل مكثف كما يفعلون الآن وأعتقد أن هذا ربما إذا ما أخذنا من خلال التجربة خلال 80 يوم عندما يتم التركيز بالقصف على منطقة محددة هو في الغالب يكون تهيئة للدخول البري لذلك ليس من المستبعد أن يكون هناك دخولا بريا في منطقة في البريج وفي المغازي كمرحلة أولى ومن ثم قد يكون في مناطق أخرى سيما أنهم أبلغوا بعض المناطق في النصيرات وفي البريج تقريبا أبلغوها من قبل وهناك أيضا بعض المناطق في المغازي أمروها بالإخلاء إلى مناطق آمنة وكأنه في قطاع غزة هناك منطقة واحدة آمنة حتى من معظم من استشهد أمس في قصف المربع الكامل في المغازي معظمهم من النازحين من مناطق مختلفة خاصة من الشمال وبالتالي ليس هناك منطقة آمنة الجيش الإسرائيلي يتصرف وكأنه لا توجد قوانين دولية ولا توجد شرعية دولية القتل مستمر القصف مستمر جزء كبير من الذين يتم استشهدهم هم مدنيين عزل من أطفال ومن نساء ومن شيوخ وخاصة الذي حدث بالأمس في المغازي نعم طيب دكتور وفقا لخبراتكم وإطلاعكم على ما يجري في قطاع غزة هل هناك أسباب واضحة لتوغه القوات الاحتلال إلى داخل تلك المناطق الوقعة في المنطقة الوسطى لقطاع غزة يعني واضح جدا أن ليس هناك منطقة في قطاع غزة ستسلم من الاحتلال الإسرائيلي ودباباته المسألة بالنسبة لهم هي مسألة أولويات هي مسألة قطط اشتغلوا في الشمال تقريبا شمال غزة ومدينة غزة تقريبا تم تدميرها وحلفها بشكل كبير جدا وكأن هناك زلزال بدرجة بعشرة بدرجة ريختر بمقياس ريختر قد ضربت المنطقة الآن يعملون في المنطقة الوسطى وحتى يعني هناك من يقول أن رفح قد لا تكون يعني بمعزل عن النشاط الإسرائيلي رغم أن هناك قصف في كثير من الأماكن في رفح وفي شهداء ولكن لديهم مشكلة كبيرة في رفح رفح تقريبا اليوم فيها مليون ونصف مليون نازح بمعنى 80% عمليا أو 70% من سكان قطاع غزة اليوم موجودين في رفح في محافظة رفح بما في ذلك الذين خرجوا من خنيونس وما زال العدد في تزايد لأن هناك نزوح من النصيرات وهناك نزوح من البريج وهناك بمعنى أن المنطقة الوسطى التي هي مليئة بالنازحين أيضا هي تتوجه إلى الجنوب وبالتالي ليس هناك مجال للعمل كما بحرية على الأقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي كما عملت في مناطق أخرى وبالتالي نعم هناك ليس هناك منطقة ممكن أن تعتبرها آمنة وممكن أن تعتبرها بمعزل بعيدة عن القصف الإسرائيلي أو بعيدة عن الاشتياح الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر